الكلمة هذية روعة لا عندها لا مرادف لا في العربية ولا في ألمانية ولا في الإيطالية ولو قلت لها مرادف أعرف بلي هي ترجمة حرفية طبعاً لو حدقت في الكلمة بش تحس بلي أنت شفتها من قبل لأنها هي وهي الكلمة التي تتكون من كلمتين عجنوم أبعض وهي man الرجل وهو الشرح ولو ترجمت حرفياً بش تطلع الشرح الرجالي لكن ما هو الشرح الرجالي؟ الكلمة هذية معناها لما الرجل يشرح لمرأة شي بمنتهى التعالي والتكبر والساكسزم هذا هو المانسبليل عادة يكون المانسبليل في مواضيع الرجل يشوف أنه هو يفهم فيها أكثر المرأة لمجرد أنه هو رجل مثلاً أكثر موضوع الرجال شايفين روح من هما يفهم فيه أكثر من النساء هو الفوتبول نقوله مثلاً ماذا يصير دائماً في الفيسبوك وفي السوشال ميديا يدلع صراع أو نقاش حادمة بين مرأة ورجل أن هي مرأة تعطي رائها في فوتبول ماتش ولا في لعبة متع كورة وجي واحد يمينسبليني عليها ويحاول أنه هو يحسس أنه أنه لا تفهمش في الكورة بلها قاعدة ترمي في روحها على الميدان أو على الرياضة هذه بمعلوماتها القليلة والضيقة فقط لمجرد أنه هي مرأة لكن هل يوجد مصطلح لما المرأة تشرح شيء لرجل بمنتهى التعالي والكبريات؟ يعني كان ممكن هم يخترعوا كلمة وومنسبليني الحقيقة لا لأن السلوك هدايا متع الشرح اللي فيه تكبر وتعالي موجود عند الرجال أكثر من النساء لأن المرأة ما يقلقهاش وما يزعجهاش أنه هي ما تعرفش أو ما تفهمش في شيء يعني الأمر مش مزعج بالنسبة لها لأن المجتمع عبر التاريخ البشرية صوروا أنه المرأة ما تفهمش وما تعرفش برشة أشياء فهي تصالحت مع الموضوع حتى لما تكون عندها معارف عالية ويقول لها شخصا هي ما تفهمش أما الرجل فالعكس فالرجل هو بالفترة يحب يكون أبو العريف أنه يعرف كل شيء ويفهم في كل المواضيع يتغشش وينجرح وجلوجليته تتمس لما حد يقوله أنه ما يفهمش أو ما يعرفش طيب أنهم عملوا أحصائيات وسئلوا فيها ألف رجل وألف مرأة وقالوا لهم لما أنتم تحسوا روحكم في ورطة أو تعزجوا أن كنتم تعملوا شيء هل تطلبوا المساعدة؟ فالنساء معظمهم قالوا بأنهم يطلبوا المساعدة من أقاربهم وأصحابهم بينما الرجال قالوا معظمهم بأنهم يمشوا للجوجل ويحاولوا يجدوا حل للمشكلة هذيك حتى لا يبينوش أمام الآخرين في صورة الإنسان الجاهل الإنسان العاجز الإنسان اللي ما يعرفش ذلك عليش خرج مفهوم منسطيني أن الرجل يشوف روحه أنه ما عارفه أعلى من المرأة وأنه هو دوره في الحياة أنه هو يعلم المرأة ويوريها الحياة طبعا هذا ما هوش صحيح راجعا بساعدك وقول لي بلي هو صحيح Anyway, thank you so much and see you next time, bye bye